هنا بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يستقبل مركز الاستماع شكايات يومية من المرتفقين المقاورين منهم والمواطنين من مختلف جهات المملكة خدمة تتم عبر بوابة إلكترونية وطنية حديثة تضم بالإضافة إلى الشكايات مجموعة من الملاحظات حول عمل الإدارات وجودة خدمتها منذ إطلاق البوابة يوم 9 ينايرت وصلنا بحوالي 2500 شكاية بمعدل يصل إلى 500 شكاية يوميا وبنسبة المركز الالتصال توجه إداري كي يتوصل بحوالي 200 سؤال من الطرف المواطنين اللي كيتسألوا فيها على كيفية إداء وتتبع الشكاية ديرهم تجويد أداء الإدارة من بين أهداف إنشاء البوابة الإلكترونية شكاية إضافة إلى إيجاد حلول سريعة للمشاكل اليومية التي يتخبط فيها المواطنين المغاربة داخل المرافق العمومية بادرة حظيت بترحيب واسع من طرف المواطنين نتمنى أن هذه البادرة اللي دارتها الوزارة تكون يتجاوبوا معها ويتفاعلوا معها الناس خصوصاً اللي عندهم سواء المقيمين بالمغرب ولا خارج المغرب أنا شخصياً عمني ما سمعت بها ولكن نتمنى أنها يكون تجاوب وكذلك كان واحد الملاحظة أن المواقع ديال الوزارة كيتعطلوا في تحديث ديالهم أي الميزاجو نتمنى أن هذه المشكين ما يوقعش في هذه الشكاية يبوعي معا هذه الحركة تتخليهم أنهم يكونوا جديين في العمل لهم بحيث شكايات توصل فهذه تبقى حركة جميلة جداً وكتخلي المواطن أيضاً أنه يكون قريب من الإدارة العمومية الموقع الإلكتروني والتطبيق المحمول إضافة إلى مركز اتصال لخدمة شكاية ثلاث قنوات تواصلية لاستقبال شكايات وتوجيه المرتفقين هي خدمة تأتي في إطار تقريب الإدارة من المواطن لتسهيل الخدمات في المرافق العمومية